بكرة الأهل هيلعب مع نجوم عالميين برضا هنا عنده لعبة مميزة جدا طاقة إيه للمباراة برضا والله بص أنا شفت من شوية كذا برنامج كده حتى بترسى بولك قبل برنامج المحاللين الرياضين اللي بيكلموا على المباراة مباراة ناس بتصعبها قوي تحس المباراة صعبة وفيه ناس بتقول إن المباراة ممكن أهل ينزل دواوت مع عامل الجمهور وعمل الملعب إن احنا ممكن نخلص المباراة بدري فيه ناس تقول لك إن إنت لأ إحنا لازم نخلص المباراة بدري عشان إنت ما تقدرش الحتة الليقول البدنية والزهنية لسه مش مكتملة أو عند لعبة الناد الأهلي فما نقدرش نجاري فرقة العين أنا شايف إن المباراة تبقى مختلفة تماما يعني تبتكلم على فرقة من الفرقة القوية جدا الشلوب بقى مختلف القارتين طبعا قرب مختلفة أفريقيا طبعا إحنا يعني لعبنا مباراة كتيرية جدا سواء كانت في جنوب أفريقيا أو في شمال أفريقيا زواء كانت تونس أو جزائر أو المغرب الكرى مختلفة لكن الكرى الأسيوي مختلفة تماما خاصة أن هم معظم اللعبة اللي موجودة مثلا زي كاكو براسيوس حتى رحيمي هتلاقي اللعبة دي يا كريم عارف اللي هو إيه واخدينه الطابع الأسيوي فالمباراة هتبقى لها طابع اللي هو إيه لا فيها كرى يعني لما بنتكلم على فرقة العين نقول لا ده فرقة محترمة جدا فرقة منظمة جدا مطرة الأخيرة جوال كتير يمكن أنا كنت بتفرج على آخر مباراة كده لقطات منها من مباراة الهلال الأخيرة خمسة أربعة خسروا فيها أربعة خمسة أربعة للهلال خمسة أربعة فكل يتكلم على قلب الدفاع يعني قلب الدفاع عندهم ضعفة لا هي مش متحذفش كده هي بتتحسب أن الفرقة زي ما أنت كنت بتتكلم يا كريم الفرقة تلعب كرة جامعية لما بيتنقلوا في ثلاث مراحل من الملعب بيطلعوا كلهم زي ما انشسر بالضبط كده فعايزة اللي هو نقول إيه لو أنت عايز تكسر بالفرقة دي لازم عندك اطراف سراعة جدا وعندك فرود يا سواء محطة أو سريعة إحنا ممكن اللي ممكن تعملها مشكلة بكرة في النادي الأهلي إن وسم أبو علي محطة كويسة جدا لكن طرفين الملعب هل برستية وعنده سراعة؟ هل حسين الشاهد عنده سراعة؟ لا الاثنين مختلفين الاثنين بيحبوا السلام وكرة فرج لهم باستثناء إمام عشور اللي هو هيجي بقى من ثمانية اللي بتطلع على الطرف عشان تبدأ بسرعاته ويبدأ يعمل الكروس باس اللي ممكن نقول فيه سرعات شوية هو طاهر محمد طاهر لكن كلنا بنجتمع إن طاهر فيه أوقات قوي ببعالي فيها قوي فيه أوقات اللي هو ممكن نلاقيه مش موفق يعني على الجول مش موفق لكن هو موجود عالي جدا المباراة بشكل عام هتبقى صعبة مستهلة لكن أنا أتمنى الناد الأهلي يستغل العامل للجمهور لو أنت مدرب بكرة بتدير هذه المواجهة تبتلعب على ملعبك وسط جمهورك وزي ما إحنا كلنا شفنا العين يبدو إن العين لو اشتغلت عليهم تحولات هجومية سريعة ممكن تسجل فيه تضغط على العين من الدية الليقولة زي أسلوب مارس الكولر ولا تستنى في مناطقك وتشتغل عليه تحولات هجومية وهجبات مرتد شوف إحنا لو قلنا التحولات يبقى أنت محتاج سرعات الناد الأهلي إحنا ما عندنا نفسه السرعات الكافية زي ما هنعمل مقارنات بيننا وبين الهلال بقى والآن دية التانية أنا شايف إن وجهة نظر الشخصية إن أنت المطش ده لازم يتقسم على فترات يعني أنا شايف إن أنت لازم تستغل العامل للجمهور والأرض إن أنت في أول مغرر لازم تضغط على الأقل يعني هنقول 15-20 دقيقة نشوف هل الناتج ده ممكن يجيب مع الناد الأهلي مع عامل الجمهور والأرض ولا الفرقة تبدأ نلعب بأزون ونشوف التحولات نخليهم هم اللي يجوا نص ملعبنا بس عايزة أقولك الفرقة دي لو دخلت نص ملعب الناد الأهلي هتعمل مشاكل للدفنس الناد الأهلي ونص ملعب خاصة أن هم عندهم زي ما اتفقنا على كاكو ورحيمي اتنين يعني مش طبعيين في الحتة الهجومية عندهم نص ملعب قوي جدا هم كمان زي ما احنا بنقول هم عندهم مشاكل في الحتة الدفاعية أكيد هو راجل طبعا كريسبو هيتقدرق طبعا الموقف ده هيعمل مراقبة كويسة قوي المطشم السهل يا كريم يعني المطشم السهل اللي هيتخيل النتيجة بثالي صعبة جدا